اشتركوا في القناة انظروا هنا ما هو هذا الصوت؟ هل عرفت السيارة؟ هيا خمني إنها سيارة إسعاف يا معلمتي أحسنت يا دانا إنها سيارة إسعاف إنها تنقل المرضى إلى المستشفى عندما يصابون بالمرض ومن سائق سيارة الإسعاف؟ انظري هنا إنه المسعف إنه يساعد المريض إذا ذهب إلى المستشفى أحسنت يا دانا أنت حقاً ذكية والآن تعالي لنرى الصورة الثانية هيا بنا استمعي إلى الصوت ما هذا؟ إنها سيارة شرطة هل هذه سيارة شرطة؟ آه، كلا، كلا، أعتقد أنها سيارة إطفاء أحسنت يا دانا، هذه سيارة إطفاء وماذا يفعل سائقها يا ترى؟ إنه يطفئ الحريق رائعة، هذا هو رجل الإطفاء إنه يساعدنا دائماً في إخماد الحرائق وماذا عن هذه الصورة؟ هيا لنستمع إلى الصوت ما هذا؟ إنها سيارة أحسنتي، ولكن هل هذه سيارة عادية؟ تذكرت، تذكرت، لقد ذهبت بها إلى سوق واغف مع والدي أحسنت يا دانا، هذه هي سيارة كروة ممتاز، هل تعرفين من الذي يقود هذه السيارة؟ انظري آه، هذا كثير نعم، هذا هو سائق الأجرة يوجد الكثير من سيارات كروة إنها تساعد الجميع على الذهاب إلى أماكن متعددة والآن تعالي لنرى الصورة الأخيرة هيا لنستمع للصوت هل تعرفين ما هذا؟ آه، هذه سيارة شرطة أحسنتي، كيف عرفت يا دانا؟ والدي يعمل بالشرطة رائع يا دانا، ما رأيك أن تحدثين أكثر عن ماذا يفعل والدك؟ إنه ينظم السير في الطريق ويساعد الجميع وإذا حصل حادث يساعد الجميع لكي يعودوا إلى ما كان عليه رائع يا دانا، ولكن أريد أن أسألك سؤالا عندما يقود والدك السيارة، هل يلتزم بقواعد المرور؟ نعم، نعم يا معلمتي، إنه يلتزم بالقواعد ويذكرنا بها دائما وأيضا يذكرنا بدعاء الركوب جميل جدا يا دانا، ما رأيك الآن أن نقوم بترديد دعاء الركوب لنحفظه جيدا؟ هيا بنا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون أحسنت يا دانا، وبارك الله فيك والآن، ما رأيك أن نلعب لعب جديدة؟ هيا يا معلمتي انظري يا دانا، ما رأيك؟ ما الذي ترينه هنا؟ أنا أرى دراجة وأرى أيضا شاحنة أحسنتي، إذن هذه دراجة وهذه شاحنة برأيك، هل يوجد لديكم هذه الأشياء في المنزل؟ يوجد لدينا دراجة، ولكن أنا أرى الشاحنة في الطريق أحسنتي، وهل يستطيع والدك أن يحمل الدراجة؟ نعم نعم، هو أحيانا يحملها ويضعها في مكانها وما رأيك عن الشاحنة؟ هل يستطيع والدك حملها؟ أه، كلا لماذا يا دانا؟ أعتقد أنها ثقيلة جدا جدا أحسنتي، إذن يوجد الكثير من الأشياء حولنا ثقيلة، وبعضها خفيف ما رأيك أن نلعب الآن لعبة ثقيل وخفيف؟ ونصنف الأشياء حسنا يا معلمتي، هيا لننظر الآن سنستخدم الميزان الذي سيكون في الأعلى هو خفيف وفي الأسفل هو ثقيل هيا بنا هذا جمل، وهذه دجاجة برأيك، إلى أين ستذهب الدجاجة؟ وزن الدجاجة خفيف رائع يا دانا والجمل ثقيل أحسنتي، بارك الله فيك والآن انظري معي ما رأيك أين سيذهب العصفور؟ وزن العصفور خفيف أيضا بأي حرف يبدؤون؟ إنه حرف الدال الحرف الذي يبدأ به اسمي أحسنتي يا دانا هذا هو حرف الدال لعبنا اليوم الكثير من الألعاب التي فيها أصوات ولكن هل تعرفين حرف الدال عندما يزور بيت المدود الطويلة؟ كيف يصبح صوتها؟ نعم، نعم يا معلمتي أتذكر ذلك تعالي لنرى معا بطاقات حرف الدال مع المدود الطويلة هيا بنا يا دانا انظري دا هيا رددي خلفي دا دو دي دي رائع والآن انظري صورة جميلة لدار هيا اختاري الخيار الصحيح من حرف الدال مع المدود دا دا يا معلمتي أحسنتي دار دار والآن تعالي لنرى هذه الصورة إنه صندوق 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 هيا كرري بعدي صندوق أحسنتي والآن هذه خمني ما هذا؟ إنها حديقة رائع حديقة 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 رائعة يا دانا بارك الله فيك والآن يا دانا ما رأيكي أن تذكري لنا وللأطفال ما المفاهيم التي تعلمناها اليوم؟ تعلمت الكثير عن أنواع السيارات البرية المتعلقة بالمهن تعرفت على الإسعاف وأيضاً الإطفاء وسيارة الأجر كروة وأيضاً سيارة الشرطة وتحدثنا قليلاً عن النظام ورددنا معاً دعاء الركوب وأيضاً تعرفت على بعض الأشياء من حولي ثقيلة وخفيفة ولا ولا ننسى حرف الدال وكيف تغير صوته عندما زار المدودة الطويلة مثل كلمة دار وصندوق وحديقة لقد استمتعت كثيراً اليوم أحسنت يا دانا بارك الله بك وبارك الله فيكم يا صغاري ولا تنسوا أن تستمتعوا أيضاً أنتم بالدرس نراكم لاحقاً مع السلامة